خانصيت في يوم كامله من فوق شويه من فوق شويه من فوق شويه والله عز وجل يفاجه اللي نادل مهدي ولا جميع البسلمين يا عربيه كريم كتسمعكم شي يا عربيه حنان يا منان مش عحلم باش المسيجي ديلك يا عربيه كريم كأت بويوت شديدي الله عز وجل متحلم بشبه أولو هان مره أعطينا فرصة أخيرة يا الله يا الله كريم أعطينا فرصة أخيرة رجعون شوفه ديك يا رب ترفع علينا هذا البلاء يا رب العالمين حفظنا وحفظ بلادنا يا رب حفظنا وحفظ بلادنا يا رب العالمين يا رب تلطف بنا أجمعين وترحمنا برحمتك يا الله اللهم اذهب علينا الباس واشفينا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لي وغادر سقما يا رب برحمتك ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله احتيزوا لهذا المرض على جميع المسلمين وعلى جميع أمة سيدنا محمد إخواني أخواتي كيفما شفتوا اليوم ابتداء من السادسة مساء الجيش يعزز نزول الأمن إلى الشوارع في مدن المغرب لأنه إخواني أخواتي القضية خاطيرة إذا لم نتدارك الأمر بالرجوع إلى الخلف فرغادي نتضرر إخواني أخواتي فقط دولتنا بغي أنها تحافظ علينا بشأننا نسيطر على هذا الوباء هذا خرجوا السلطات القضائية المغربية والجيش المغربي الشوارع وكيردوا في عباد الله اللي القواه خرجوا ما عنده ميدار كيردوه المنزل دياله ما يبقاش في الزنقة كيدور فأخوتي أخواتي وصلنا لمرحلة الطوارئ المرحلة الخطيرة يعني خاصنا أننا نتحكموا في ريوسنا واحد شوية نبركوا في ضيورنا ما مقاش خطي بيطي لأنه أخوتي حضر تجول هو الحل أول يوم في دولة إسلامية بدون صلاة الجمعة وبدون جوامع مفتوحة الجوامع كل شيء مطرقين كل شيء مقفالين علاش على مصلحة الشعب على مصلحتنا باش ما نزيدوش نتضرروا أكتر من طرف هذا الفيروس هذا فاشغا نقول لكم الإخوان انتمنا وربي انتمنا وربي يفرج علينا أكيد الإخوان أكيد ربي غيفرجها في وجوه الذاكرين والمحرومين والشيوخ والأطفال الرضع والمرضع وكذلك الشهر الكريم اللي احنا مقبلين عليه نسأل الله أن يفرج كربتانا قبل رمضان وربي يهونها علينا ويا ربي تخفف علينا ما نزل وتزول علينا هذا البلاء هذا يا ربي برحمتك نستغيط يا رب العالمين إخواني أخواتي غد نمروا الموضوعنا الثاني اللي هو مي نعيمة البدوية نعيمة البدوية كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي لأنها السيدة هذه معتقلة من طرف السلطات المغربية القضائية فكيف ما قلت لكم على أنهم قرقبوا عليها الفرقة الوطنية وقفوا عليها الدوها قد تقول لهم أنا غي كندحك ونغي حمقى ونغمريد ونغمريد ونغم يعني سيجعني من ثانث Ancient من بعد ما اتطلت فيديو كثير من الثالث كانر قد اتظهر سيدة وسيدة كبيرة إليها في السن و clone industries سيدة را لكم على كل ما قلت لكم demiş nekرك من الثانب هاذ السيدة را لنا مجتد فرق هاذ السيدة را لت Ram regarder لẻ Nike السيدة سريع رراكم هذا العالم كنشجع لأنو أنا صفحة هدا سجونة ولا 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 بزاف دي الحويج لا الله يطلق صراحها والله يطلق صراح جميع عمة سيدنا محمد الله يطلق صراحها متمنينهاش لها ولكن راه صليت اللسان كيلقاها كيلقاها صليت اللسان بالسيدة كل مرة خارجة ودعي في عباد الله وتقول الله يعطيكم الزلزال والله يزلزلكم يعني إنسان مدم أنه ما عندوش المنطيق ما عندوش المنطيق ما عندوش حس الكلام إنسان ما مقبولش فهدرته كيرض بندم هو اللي طاغي عليه واش انت خارجة قاع كتفايشي وتقولي انا غنسلم وانا غندير وانا غنفعل ايوه انت تعتقلتي من تعتقلتي درتي فيها حمقى درتي فيها حمقى وهبيلة فكن نقول لكم اخوتي النيابة العامة قررت ليوم الجمعة متابعة مي نعيمة في حالة اعتقال من اجل اهانة هيئة منظمة وبت اقوال وادعاءات كاذبة من شأنها المساس بالحياة الخاصة للاشخاص ومخالفة قرار اداري صدر بصورة قانونية ومتابعة قريبها الذي اقدم على تصويرها من اجل المشاركة في اهانة هيئة منظمة وتوزيع اقوال وادعاءات كاذبة من شأنها المساس بالحياة الخاصة للاشخاص طبقا للفصول ميتين وتسعود عشرين وربعمية وواحد وثلاثين وميتين وخمسة وستين وميتين وستة وثلاثين وثلتمية وتمانية وثمية وتسعود ومية وتسعود عشرين من القانون الجنائي هات السيدة هادي جابتها فراسة تشي واحد مدال عليها قاسة ايو وحدة يوتوبر سفريطة قاسة احدها وقاسة اتباهو تقول لك انا غنبوسون عنك ونسلم ما كايناش كورونا كتنفي الخبر اللي تصدر من طرف دولة المغرب كتنفي الخبر واحنا تعطتنا اوامر اوامر من دولة دينا اننا نحتارموا بيوتنا ما نخرجوش من ديورنا لدرجة تحضر تجوال في المغرب ما بقى لا خروج لا دخول لا زي طريت لا هدي ولا يديك لا يخليك يعني لقاوك في الزنقة اشكاة دير السيناية دخول طلع لدارك فراه واحد فينا غيجي بعدوى الله يحفظنا ويحفظكم فواحد فينا يجي بعدوى ويطلب يا عباد الله وهات شي هذا هو اخر قرار تاخدته الدولة لاننا نقصوا في ديورنا باش ما نقاش نجيبوا الفيروس من هذا ومن هذا ومن هذا هذا اللي موضي هذا غاسل كل واحده كيفاشو واخد هاد الفيروس هذا بحالة السيدة هادي واخده بضحك وناشاط وكتقول لك الفيروس ما كاينش كتنفيه للأوامر اللي تعطات للشعب المغربي لانه يصف داره وراه كين واحد الواباء خاطير فيروس قاتل خاطير جدا كتقول لك هي ما كاينش هاد الواباء هاي جبتها فراسة السيدة الخرا اللي قلتوني ما تقولوش لها المسندرة انا غنعطيها اسم اخر غنسميها الكوافورة الكوافورة لقيت الطلب ديالكم الاخوان فانا ما تنسب ما تنعرق لتشي واحد فاللي مسندرة مسندرة راسه فانا اعطيها اسم الكوافورة ديك الكوافورة اللي خرجته تتقول وتتقول كورونا هو بنادم وكورونا رواب ندم ما عندك الحق عندك الحق لانه طلعناك طلعناك ودرتي الفيلة ودرتي ودرتي وفعلتي وتركتي ما شي مشكي لأخوتي كل واحد يلغي بالغاية وكل واحد يبغي يصلح الغلط دياله حقه بقفة ديال الطحين والسكر والزيت مشي مشكي لأخوة دابة القوة اللي طغع واللي كيد عيب القوة كيموت بالضعف سبحان الله العظيم سبحان الله حنا ما بغينا التشي واحد الحبس ما كانت منه التشي واحد الحبس ولكن اللي طاغي راه له يوم له يوم لأن الله يمهل ولا يهمل مشي أنا غامشي نصور واحد خنشة طحين ها جاءوا لتصوروا معي لأنني أنا أعطيتكم بانو شكروني شكروني يبوسوني وعنقوني قدام الكاميرا باش الناس يشوفوني راني كندير الخير راه قعك نديروا الخير قعك نصدقوا الحمد والله قعك نديروا الخير ولكن ماشي بالعلان ماشي قدام الناس باش انتفيشوا به ونقول لدرت الفلان وعطيت الفلان وصيبت الفلان ايواش بقات من صداقة هادي اش من صداقة بقات واش من زكاب واش من قبول عند الله بقى ها ربي تغا علينا وربي غاضب علينا ها ربي غاضب علينا مادم انو تسلط علينا هاد الواباء اللي وحنا يا مقصرين مقصرين هاللي فينا تلفوه الفلوس وما يصليش ما يعرفش القبل في نجات ما يعرفش حط راسو الارض كيلي ما كيعرفش تصلى شنو كيتقال فيها ما عارفش يسبق الفاتحة ولا يوخر رأية الكرسي ما عارف ما يسبق ولا يوخر ما عارف الشهادة اشنو يقول او لاجيتيه المواضيع او لاجيتيه النميمة او لاجيتيه للضحك والناشاط والدردك والشي شعبانة ايكون حاضر نظره والول اهو والول ويلاجيتيه شي حاجة ديال التقافة شي حاجة ديال العلم او وما يفهم فيها ما يجي بيها هايخدمين جهل ديالو ديكستام حالة سيدها دي يعني الجهل راه الجهل مصيبة الاخوان الله يعافينا ويعافيكم اخوتي كنتلبون من الله عز وجل انه يرفع علينا هاد الوباء يرفع علينا هاد البله هاد اللي تبلينا به بغينا نعيشوا حياة طيبة وحياة كريمة ونعيشوا ونخرجوا وندخلوا كي الناس ونعيشوا كيفما كنا عيشين ضحكين ناشطين واكلين شاربين نجمعوا لك ساعدك سكسو ونجمعوا على الرفيسة ونجمعوا مع الحباب ونمشيوا للسبعد هذا ونمشيوا للاختند هذا ونمشيوا ونضحكوا وننشطة ما بغيناش هاد الكاءبة يا سيد يا ربي ياربي تفاجي علينا ياربي تفرج علينا وتفرج على جميع أمت سيدنا محمد احنا غالطين وحنا مقصرين مقصرين مع سيد يا ربي ما نصلي وصلت في الوقت ما نصوموا سيامنا ما نزكيو زكاتنا كل شي كنديروهم غالط كل شي كنديروهم قصرين في حقه ما كان نوضوش لفجر ما نصلي وصلت في الوقت نجمعوا الصلاوات كمنا ونجمعوا ونصليهم فكن قولكم أخوتي الله يهدينا جميعا فياربي كان نطلبوك كيف مقال سيد آخر فرصة ياربي تعطيهنا ياربي تعطينا آخر فرصة ياربي ونصلي ونعبدوك ياربي وتسمحنا وتغفرنا ياربي 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 ما تعاتبناش بما فعله السفاء منا لا إله إلا محمد رسول الله خوتي أخوتتي الدعاء 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 إن شاء الله غايكون الفرج أكيد ربي ما غايبغيش يعدبنا كينين أطفال وكينين رضع وكينين شيوخ وكينين ناس حوامل وأنا كندعي معكم أخوتي كندعي معكم وأنا وحلى فرصي ياربي ترفع علينا هذا البالاء الإخوان ياربي ترفع علينا هذا البالاء وتخفف علينا ما نزل وتحفظ ولداتنا ولدات جميع أمة سيدنا محمد الله يحفظنا ويحفظكم ويدينا فضو والله يرفع علينا هذا البالاء الأخوتي الله يرفع علينا هذا البالاء الإخوان خليتكم على خير أخوتي ونطلقوا فيديو آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر